بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد العالمي بمعية نائب المجلس اللواعي دروس الزبيدي مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غتئشا احتواء تداعيات الأزمة الإنسانية الأسوى في العالم التي صنعتها لميليشيات الحوثية ووقف اللقاء أمام تطورات الأوضاع في اليمن والإصلاحات الاقتصادية والخدمية والحقوقية التي يقودها المجلس وتدخلات الأممية المطلوبة على كافة المستويات وجرى استعراض التدخلات الأممية الملحة والمضي قدما بخطة الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية المستدامة وفي ذات السياق أكد الرئيس العليم واللواء الزبيدي حرص المجلس الرئاسي والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للأزمة للمنظمات الإنسانية وتعزيز دورها في تقديم المساعدات المنقذة للحياة في مختلف أنحاء البلاد جاء ذلك خلال لقائهما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتين غرفث وبحث اللقاء تدخلات الإنسانية الطارئة والأعمال الإغاثية التي تقودها وكالات الأمم المتحدة في اليمن والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لحشج المزيد من التمويلات والتقفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية في حظر موت وشبوى وشجع اللقاء وكالات الإغاثة الأممية على تحويل تمويلاتها عبر البنك المركزي في العاصمة عدن بما في ذلك من أهمية للتعزيز موقف العملة الوطنية وتقفيف المعاناة الإنسانية وتجفيف مصادر اقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات الحوثية في صنعاء والمنظمات الإرهابية المتخادمة معها إلى ذلك التقى رئيس المجلس الرئاسي ومعه اللواء الزبيدي وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري وناقش اللقاء مستجدات الوضع المحلي وجهود إحلال السلام والاستقرار في اليمن وبحث اللقاء دور مصر الدعم للمجلس والحكومة وموقفها الثابت إلى جانب الشعب وقيادته السياسية وأشهد العليمي والزبيدي بالتسهيلات الأخيرة للمقيمين والوافدين اليمنيين إلى الأراضي المصرية والاتصالات الجارية للتوسيع وتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وفي سياق آخر أثنى الرئيس العليمي على الشراكة اليمنية الأمريكية لحماية التراث اليمني العريقة الذي يتعرض للتهديد بالنهب والسلبة جرى ظروف الحرب المأساوية التي أشعلتها الميليشيات الحوثية وأنوها العليمي خلال حفل استخداد قطعتين أثريتين يمنيتين نادرتين في متحف المتروبولتانا للفنونة بنيويوركا نوها بقرار الحكومة الأمريكية تجميد استيراد الآثار اليمنية وصولا إلى التوقيع على اتفاقية حماية الآثار اليمنية الشهر الماضي كما جرى خلال الحفل التوقيع بين بلادنا ومتحف المتروبولتانا على اتفاقية تعاون بين الجانبين تضمن استبداد القطع الأثرية اليمنية ومواصلة العمل على حماية التراث الثقافي والحضارية وعلى هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة صرح اللواء الزبيدي في تغريدات متفرقة على حسابه في تويتر مؤكدا إيجابية لقاءاته مع عدد من قادة الدول والمسؤولين الدوريين حيث التقى اللواء الزبيدي هذه المرة وزير خارجية دولة مورا الشرقية وناقش النضال الذي حاضته دولة مورا وأكد بأن الشعب الجنوب يتشارك ذات الإرادة وذات التطلعات في الاستقلال والحياة الكريمة كما التقى الزبيدي وزير خارجية غينيا وتلفينيا وأكد اللقاءان المنفصلان على تعزيز العلاقات والعمل بشكل جماعي لإعادة الأزمة الإنسانية في بلادنا إلى واجهة الحراك الدبلوماسي الدولي كما التقى الزبيدي مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية وأكد أن الشعب الجنوب يعوّل على دور أكبر للدول الخمسة لدعم جهود السلامة مع ضرورة قدور قضية الشعب الجنوب في مختلف مراحل العملية السياسية باعتبارها مفتاح الحل ومدخل السلام المستدامة فيما استمع الزبيدي من وزير خارجية دولة جنوب السودان إلى تجربتهم الفريدة نحو السلام والاستقرار وفي لقاء مع رئيسة منظمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر جدد الزبيدي الالتزام بالقانون الإنساني الدولي القوانين الدولية ذات الصلة وبتقديم كافة التسهيلات لفرق عمل المنظمة والمنظمات الإنسانية الأخرى لممارسة مهامها الإنسانية بكل استقلالية وفي سياق المنفصل هنة اللواء دروس الزبيدي خادم الحرمين شرفين الملك سلمان بن عبد العزيزة ولعاده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية وجدد اللواء الزبيدي شكره للمملكة السعودية على مواقفهم الأخوية الصادقة تجاه بلادنا ودعمهم المتواصل الشعب في شتى المجالات مشيرا إلى أن ذلك يؤكد الاهتمام الخاص الذي توليه قيادة المملكة للشعب في بلادنا بشكل خاص وشعوب المنطقة بالشكل عام كما جدد ترحيبه ودعمه لجهود السعودية في إنهاء الحرب وإحلال السلام وعرب عن ثقته بأن ما ستنشده المملكة من سلام وما ينشده الشعب جميعا وهو السلام العادل والشامل والمستدام وفي مقابلة تلفزيونية له على قناة البي بي سي قال اللواء دروس الزبيدي نحن لن نستبق الأحداث فيما يجري من مشاورات بين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية وجماعة صنعاء مشيرا إلى أنه لا توجد لديه أي تفاصيل حول ذلك لافتا بأن المفاوضات القادمة يمنية يمنية مؤكدا أن القضية جنوبية على بعد أمتار من مقر الأمم المتحدة وشعب الجنوب موجود على الأرض ولديه من يحميه من قوات مسلحة جنوبية نحن لن نستبق الأحداث فما يجري من مشاورات بين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية وجماعة صنعاء نحن نتأمل فيه خيرا لا توجد لدينا أي تفاصيل حتى هذه اللحظة المفاوضات قادمة يمنية يمنية لا نعم اليمني اليمني هذه أولوية هذه المفاوضات وقضية شعب الجنوب وحقه في السعادة الدولة وكاملة السيادة هذه بحق مشروع حسب القوانين الدولية والأممية التي سنتها هذه المنظمة العريقة طبعا نحن نشوف الآن على أمثار من مقر الأمم المتحدة ونحن نحترم قوانين وأنظمة الأمم المتحدة التي سنتها والأمم المتحدة عليها أن تحترم إرادة الشعوب الوقت الزمني نحن لن نحدد لكن نحن فيه مفاوضات فاصلة فيه مفاوضات فاصلة وشعب الجنوب موجود على الأرض ولدي من يحميه من قوات مسلحة جنوبية ما أوردته زيارة نيويورك لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والنائب اللواء الزبيدي على طريق السلام في اليمن إذ أنه لا يمكن التكهن بما سيقول إليه الوضع في الوقت راهن خاصة بعد مؤطيات المفاوضات الأخيرة في الرياضة التي أعادت الملف اليمني إلى الواجهة الدولية على طريق السلام يحاول رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العالمي استقلال زيارته الخارجية إلى مدينة نيويورك الأمريكية لاستجلاب الدعم الدولي المطلوب لإنهاء الحرب في اليمن وكبح جماح أدوات إيران الإرهابية التي ما زالت ترمي كل المبادرات عرض الحائط إلا أن معادلات ومعطيات المفاوضات الأخيرة في الرياض أعادت الملف اليمني إلى الواجهة السياسية بما في ذلك رفع الآمال بأن تؤدي المفاوضات إلى وقف دائم لإطلاق النار إلا أنها وإن شكلت تحولاً إيجابياً في علاقة المملكة والحوثيين لا يمكن البناء عليها لتحقيق اختراق حقيقي في الأزمة اليمنية لقاءات العليم في نيويورك والتي تأتي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة يرافقه فيها هذه المرة نائب رئيس المجلس الرئاسي اللواء الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يبحث عن إسماع العالم صوت الشعب في الجنوب وتصدر القضية الجنوبية الاهتمام الدولي لقاءات العليمي واللواء الزبيدي شملت عدداً من قدتي وزعماء الدول ومسؤولين دوليين لانتهاز الفرصة السنحة التي أنتجها الاجتماع الأممي الواسع ودعوتهم المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط جد تدفع الميليشيات الحوثية على التعاطي الجاد مع جهود إحلال السلام اجتماعان متفرقان عقدهم العليم والزبيدي معا مع وزيري خارجية السعودية وعمان دولتان لتان تتصدران الحراكة الدبلوماسية الحالي في اليمن إلا أن نتائج التحركات الأخيرة لهما لم تعلن حتى اللحظة غير الاتفاء بأنها إيجابية فقط مع كلا الأطراف وبحسب محللون سياسيون أن الطريق إلى الرياض لا يعني سلاما قادما في اليمن بل قفزا على حالة الصراع وأن الجولة التفاوضية تعكس أولويات طرفيها كلمة اليمن التي ألقاها العليمي أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة حذر فيها من تراخي المجتمع الدولي والتفريط بالمركز القانوني للدولة والتعامل مع الميليشيات الحوثية كسلطة أمر واقع وقال فيها أن أي جهود للسلام المستدهم يجب أن يعني فيها الشراكة الواسعة دون تمييز أو إقصاء ويجب أن يتأسس على المرجعيات المتفق عليها وأن يضمن الاحتكام للشرعية الدولية والسلم والأمن الدوليين رسائل عديدة تمخضت عن كلمة العليمي عقب زيارة الوفد التفاوضي الحوثي إلى الرياض الذي مثل إذعان هذه الجماعة قوة جمحة لسلطتها واعترافا بها كسلطة أمر واقع في صنعا تهيمن على القرار اليمني وفق ما صرح به مراقبون تصريحات لللواء الزبيدي من داخل نيويورك لكل من التقى بهم من زعماء الدول تضمن التأكيد على أن الحل الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الحرب في اليمن هو بإطلاق عملية سياسية جامعة وشاملة تحت رعاية الأمم المتحدة على أن تتضمن تلك العملية حق شعب الجنوب في تقرير مصيره كما هو حقه بمجب القانون الدولي